اشتركوا في القناة الكياس المجمدة اللي بتتباع جهزة في السوبر ماركت بطريقة سهلة وبسيطة بس ياريت لو اول مرة تحضروا فيديو معي على القناة ياريت تكرموني باشتراككم مع تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد نبدأ بسم الله المقدير وطريقة التحضير انا معايا هنا كيس من القلقاس المتفرزن الجاهز بيبقى معايا داخل الكيس بيبقى معايا كيسة صغيرة من السلق برضو اهي الاخضر الغامق ده ده كيس من السلق بيبقى داخل كيس القلقاس المتفرزن اهو مجمد زي ما انت شايفة كده ومعايا حزمة او ربطة من الكزبرة ومعايا مكعب مرأة الدجاج البيتي الصحي اللي انا عملته معاكم قبل كده هحطيلك اللينك بتاعه لو اول مرة تحضري معايا ان شاء الله تشوفيه يعجبك حبدأ بسم الله هاخد هنا الكزبرة بتاعتي الخضراء مقطعها هي والسلق هضربهم في الخلاط بس الاول بيبقى فيه حلة من المية على النار سخنة بنزل فيها بالقلقاس بتاعي اهو واحدة واحدة اسيبه على النار في المية دي يبدأ هو يتسلق شوية ياخد غلوة على انا ما اعمل في الخلاط الخضراء بتاعتي اهو خلاص ده ربطي انا خلط جامد جدا السل اللي كان موجود مع كزة القلقاس مع حزمة او ربطة الكزبرة بتاعتي بصف فيه هنا بقى في مصفة علشان اخلي الخضراء بتاعتي لوحدها والسائل اللي هو المية العصارة بتاعت الخضراء بعد ما اضربها في الخلاط دي اللي انا بصف فيها خالص بنزلها ببولة لوحدها علشان لما ااخد الخضراء وابدأ اقل لها حقول معاكم بقيت المقادير والبهارات وكل حاجة وانا شغالة واحدة واحدة لما حاخد الخضراء بتاعت الياكوزبرة والسلق اقل لها التقلية بتاعت القلقاس ما يبقاش فيها السائل ده علشان خاطر ما تاخدش مني وقت وهي على النار لو انا حطتها بالمية بتاعتها دي بيضغب جدا على النار تمام اهو اديني فصلت السائل بتاعها لوحده وحاخد الخضراء بتاعت الوحدها اهو السائل مش بيترمي السائل ده بقى بيتحط على القلقاس بتاعي اللي هو في الحلة اهو هضيف اللي هو المية السائل اللي نزلت دي العصارة بتاعت الخضراء ضفتها في الحلة بتاعت القلقاس وهو على النار وحطة تاصع النار فيها المادة الدهنية بتاعتك سامنة زيت براحتك حتقلي فيها بقى ايدي الزيت قدح سخن وبعد كده هنزل بالخضراء بتاعتي اهي السلق والكزبارة الخضراء وبعد كده البهارات بتاعتين ملح ومعلقة كبيرة من الكزبارة النشفة اليابسة ومعلقة كبيرة من التوم الناعم المدقوق او المفروم اجي مكعب بتاعي بتاع المرأة ضفتها على حلة القلقاس علشان ما نسهوش وانا بقلب هنا بقلي في الخضراء بتاعتي اديتها تشميع بسيطة وبعد كده هضيف عليها التوم والملح والكزبارة النشفة تمام تعرفي زي بقى ان الخضراء دي تستوت معاك فيه ناس كتير ما تعرفش يفدروا يقلوا فيها وشمين الريحة بس مش باين لها انها استوت الفصوص اللي هي مدقوقة المفرومة بتاعت التوم هي اللي هتجي اللون اول التوم يجي اللون معاكي اللي هو الدهبي ده التحميرة يبقى كده خلاص الخضراء بتاعتك او التقلية بتاعتك استوت وضي فيها على القلقاس زي ما انت شايفها كده وبسيبه بقى يكمل سواد طبيعي ياخد غلوة ويستوي تمام بكمل انا بس بنزل كل الخضراء بتاعتي التقلية اللي في الطاصة باخد لها كده شوية من الشربة بتاعت القلقاس طبعا الشربة دي هتمرق الدجاج مش لا هنا الاكلة بتاعتك خفاة جدا لا فيها لحمة ولا فيها فريح تمام اهو اديني خدت كل اللي كان موجود في الطاصة من التقلية حسيبه بقى يستوي هنا خلاص استوى زي ما انت شايفها كده شايفة لون المرأة بتاعته اللي هي بقى لونها لون الخضراء اللي هي العصارة بتاعت الخضراء لما ضربتها في الخلاط تمام واجي القلقاس بتاعي خلص اكلة شهية ولذيذة وخفيفة وبتدفي كمان في الشتاء اه ومعاها طبعا عملت الرز ويا ربي كده النهاردة بإذن الله تكون الاكلة دي اقتصادية فعلا وخفيفة وسهلة على المبتدئات اللي نفسها تعمل قلقاس بس مش بتعرف او حسن هو تقيل هو فعلا تقيل لو حتجيبيه بقى وتنظفيه وتخرطيه وتغسيليه لكن هو بالنسبة للمتفرز سهل جدا على المبتدئات يارب تكون الاكلة سهلة عليكم صحتين وهانا على قلبكم يا رب كانت معكم ننا الحجير اشتركوا في القناة